موسيقى الحكومة المصرية تقرر تكفيف الجهود للقضاء على فيروس سي نهائيا وإجراء مسح طبي شامل لاكتشاف المرض مبكرا وصول خمسة مصابين من قطاع غزة عن طريق منفذ رفح البري إلى مستشفى العريش العام للعلاج سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعلن عن خطة لبناء 2500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة اهلا بكم مشاهدين الكرام في مستهل فترة إخبارية شاملة تأتيكم من قناة النيل الأخبار من القاهرة تحية لكم أكد رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل على ضرورة تكثيف الجهود للقضاء على فيروس سي نهائيا في مصر والاهتمام بالعمل وبشكل سريع على اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من إعادة الإصابة وذلك من خلال مكافحة العدوى واتباع الاحتياطات اللازمة داخل بنوك الدم والعيادات والمستشفيات وخلال اجتماع حضره وزراء الصحة والمالية والتعليم العالي لاستعراض خطوات تنفيذ البرنامج التنفيذي لإعلاق فيروس سي وجه إسماعيل بالإسراعي في إنجاز المسح الطبي الشامل الذي يتم تطبيقه على الفئة العمرية من 19 عاما إلى 59 عاما الأكثر إصابة بالمرض بحيث يتم وفقا للبرنامج الزمني المحدد وذلك بهدف اكتشاف المرض مبكرا باعتباره خطوة مهمة نحو التمكن من علاجه سريعا متابعة ينضم إلينا على الهاتف مباشرة الدكتور محمد عز العرب أستاذ الدكتور بمعهد القومي للكبد أهلا بحضرتك يا دكتور أهمية إنجاز المسح الطبي الشامل الذي يتم تطبيقه على الفئة العمرية من 19 حتى 59 عام للكشف المبكر لهذا المرض أهلا بحضرتك وفاستاذ المساعدين طبعا إحنا زي بحضرتك تعرفي إن إحنا الإنجاز الأول عن طوال العالم فيما نتم علاجهم بفيروس إحنا المساعدة حاليا التحدي الأكبر أستمنا أن نكتشف المرضى إحنا قيمة الانتظار لحضرتك لتتذكري مع بداية العلاج منذ حوالي ثلاث سنين كان فيه قيمة الانتظار عشان يأخذ علاج بفيروس أو تم كل مركز علاجي بالطوال حوالي 6 شهور إحنا لغينا قيمة الانتظار ما إنا أكثر من سنة أو 8 شهور وكان التحدي الأكبر لنا حاليا هو اكتشاف المرضى تعرفي حضرتك ومشيكة باية رسي أن الكثير من المرضى لا يعلموا أنهم مرضى وهم متفاعلون يعني يروحون بفشتات ما كان حلاقة ممكن يكونوا مصدر عسوة بدأنا البرنامج القومي للتشف مبكر بطريقة علمية صحيحة منذ أكثر من عام وتحديدا من يناير 2017 وكانت البداية من صحيحة وتحديدا محافظة المينيا وحاليا بقى فيه نقطة مركز اكتشاف المرضى في جميع محافظات مريض مصر العربية وده شيء أهم جدا وفاعد اكتشاف المرضى ومن ثم من نكتشف منهم إعجابية تحليل الأكثر مضادة ليهم لفيروس من يتحليل التحليل اللي هو التأكيد اللي هو البي سي آر من يثبت أنه هو مصاب بالفيروس في البي سي آر يتم تحويله للاجع على نفقة الثولة في مراكز سبع لاجنة قومية من كافة للسلسة الكفتية أول مراكز سبع لاجنة قومية نعم ما هي أبرز التدابير اللازمة من أجل الوقاية من إعادة الإصابة مرة أخرى والله هو ده التحدي الكبير حاليا ومهم جدا لحضرتك المستوى الوعي الصحي للمواطنين يعني معنا صحيحة أنا أعرف طور العدوة إزاي وزاي أقدر يعني أقدر أن أتجنب العدوة وسائل العدوة أي شيء يختارك الجلد أو مساء المخاطي فيكون هذا الشيء مختلط أو محتمل نوع مختلط بدم مريض ما لم يمكن يصيب نتاني إيسا على كده حضرتك التداخلات الجراحية عشان كده بنقول مكافحة العدوة في جميع المنشات السبطية سواء الفقومية أو القصة ده الهم الأكبر فينا البيت الواحد يكون له الأدوات الخاصة بيه الأدوات الخاصة الخاصة بيه ما يعني وده شيء سهل يعني لما نعرف أن الوقاية من مرضة فيروس تي أو بيب وحيتخلفنا للعقدر لها في مقصد الحاجات كثيرة جدا لا فالحاجات الجميلة الحاجات الخاصة ابتداء من العصافة لفرس الأسنان الحاجات دي كلها حزاية التوعية بالنسبة يعني إن شاء الله نأمل أن يكون نحن نوفر لأماكن الحلاقة اللي هي الحاجات السبطسول اللي سيكون مرة واحدة ومجانا عساس يبقوا أصدقاء للصحة كذلك الرقابة الفاعلة للأماكن منيكير والباتيكير مع التوعية الصحية للشباب في البعد عن المقدرات وإثمان المقدرات ذلك الشر الرهيب لأننا نتمنى أن لا يقع شبابنا أشكرا جزيلا شكرا دكتور محمد عز العرب أستاذ الدكتور بمعهد القومي للكبد شكرا جزيلا لك عقد وزير الخارجية سمح شكري اليوم الخميس مباحثات مع سيد فولكر كاودر زعيم الأغلبية بالبرلمان الألمانية البوندستان الذي يزور مصر حاليا استعرض شكري خلال هذا اللقاء تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية وما أصفر عنه من تقدم وتحسن في مؤشرات أداء الاقتصاد المصري مقدما الدعوة للشركات الألمانية للاستثمار في مصر على ضوء التدابير المتخذ لتحسين مناخ الأعمال وتحسن تصنيف مصر لإتمانية من جهته ثمن زعيم الأغلبية بالبرلمان الألمانية العلاقات المصرية الألمانية لسيما فيما يتعلق بالتعاون التنموي والاقتصادية وكذلك التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية بعد توقيع اتفاق بين البلدين في هذا الصدد في أغسطس من عام 2017 القطية الرقبة الإدارية القبض على المسؤول الفني بإدارة السجل العيني بمكتب الشهر العقاري بمحافظة الإسماعيلية وذلك لتلعبه في المستندات والبيانات الموجودة بالإدارة لصالح بعض المواطنين المعتدين على الأراضي لإثبات تملكهم قطع أراضي دون وجه حق بقيمة تصل إلى ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جنيه وبعرضه على نيابة العامة قررت حبسه خمسة عشر يوما كما تم القبض أيضا على مندوب إحدى الشركات السياحية متلبسا بعرض مبلغ مئتين وخمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة على مسؤول الاتصال السياسي بوزارة القوى العاملة مقابل إدراج أربعة وستين شخصا بكشوف المسافرين للمملكة العربية السعودية لخدمة الحجاج عن الموسم الحالي بالمخالفة للحقيقة وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه أوفد الرئيس عبدالفتاح سيسي أمينة رئاسة الجمهورية سيد عبدالعزيز الشريف إلى سفارة المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة للتهنئة بمناسبة عيد الاستقلال الثاني والسبعين وصل إلى مستشفى العريش العام عن طريق منفذ رفح البري فجر اليوم خمسة مصابين فلسطينيين من قطع غزة وجار علاجهم وأوضحت مصادر طبية أن المصابين من بينهم أربعة من مصابي أحداث غزة والخامس يعاني من فشل كلوي من جهة أخرى استمر تواجد الطاقم الطبي وسيارات الإسعاف في منفذ رفح البري للإشراف على نقل المصابين القادمين من قطع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية يذكر أن ميناء رفح البري مفتوح طوال شهر رمضان المبارك طبقا لتوجهة الرئيس عبد الفتاح السيسي تيسيرا على الإخوة الفلسطينيين في نقل المصابين القادمين من قطع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية ولإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع علاوة على عبور العالقين من الجانبين بالتزامن قام رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بزيارة المصابين في مستشفيات غزة دعيا إلى توفير المزيد من الدعم للجنة الهلال الأحمر الفلسطيني مع تواصل التحرك الاحتجاجي لأهل غزة على الخط الفاصل بين القطع المحاصر وإسرائيل زر رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر المصابين في مستشفيات مدينة غزة فرانسيسكو روكا دعا إلى مزيد من الدعم للجنة الهلال الأحمر الفلسطينية والتي قامت تواقمها بإجلاء مئة الفلسطينيين المصابين برصاص الاحتلال الإسرائيلي على طول الحدود الفاصلة بين غزة وإسرائيل رسالتي من قطاع غزة هي طلب زيادة الدعم للهلال الأحمر الفلسطيني للتخفيف من معاناة المدنيين الذين يعانون من عواقب هذا الصراع العنيف كما أدعو إلى نهاء الحصارة من على قطاع غزة فيما يخص المعدات الطبية وعققير التقدير والأدوية والوقود لأن كل تلك المستشفيات في حاجة مهسة للوقود حبينا نطوع في الهلال مسمعية الهلال كان مسمعية إنسانية بين كل الأطراف يعني لما خشيت الهلال صرت أننا نسعف ونطلع في الناس المصابين وفالآخر الأحداث أصبت عنه يذكر أن الاحتجاجات الفلسطينية بدأت في نهاية شهر مارس الماضي وقبلت بموجة عنف شديدة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية إجراءات وصفت بالمجزرة في حق المدنيين أصفرت حتى الآن عن مقتل 118 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية وإصابة أكثر من 3500 آخرين أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أفكدور ليبرمان أنه سيطلب من لجنة تخطيط الموافقة على بناء 2500 وحدة سكنية سيطانية في الضفة الغربية المحتلة قال ليبرمان في بيان له أن الوحدات 2500 الجديدة التي ستوافق على بنائها لجنة تخطيط الأسبوع المقبل تتعلق بالبناء الفوري في عام 2018 مضيفا أنه سيسعى أيضا للحصول على موافقة اللجنة على بناء 1400 وحدة سكنية استيطانية أخرى في مرحلة لاحقة تعتبر الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية غير شرعية بموجب القانون الدولي قامت مجموعة من المستوطنين المتطرفين باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة في ظل حراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة أيضا اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عددا من الشبان خلال اقتحامها مناطق متفرقة شمال الضفة وفي نابلس أكدت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من عدة محاور ودارت مواجهات بينها وبين عشرات الشبان وسط إطلاق كثيف لرصاص وقنابل الصوت والغاز للمزيد من المتابعة نضم إلينا عبر الهاتف مباشرة من القدس سيد أبو خالد العباسي أحد المرابطين بالمسجد الأقصى المبارك أرهن بك سيد أبو خالد حياكم الله يا سيدة حياكم الله كل عام أنتم بخير هل لك أن تضعنا في تفاصيل المشهد أكثر وأكثر فيما تعلق بهذا التصعيد من قبل قوات الاحتلال واختحام باحات المسجد الأقصى المبارك كيف تبدو الصورة عندك وما الذي جرى؟ بسم الله والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما يجري بهذه الأيام في المسجد الأقصى كان بالسابق يختحم المسجد بالعشرات الآن بالمئات وعلى عينك يا تاج كما يقال يقيمون الصلوات التلموذي يفعون العلم يستهزئون من المصليين وخاصة أننا بشهر الكريم بشهر رمضان يستفزون كل من يرونه بطريقة من يستفزونهم زادت الاقتحامات اليومية زادت شراستهم بعد إعلان ترامب عن العاصمة عن القدس أنها عاصمة لدول إسرائيل وهذا لن يكون أبدا فبظل هذه الإجراءات التعصفية زادت الاقتحامات ولا نشكو إلا إلى الله حتى العرب كلهم تركونا حتى إخواننا في مصر نحن نعول على أهل مصر أنهم يقولوا كلمة بحق الأقصى لأن الأقصى يخصهم كما يخصنا هل هناك من إجراءات فردات سلطات الاحتلال على دخول المصلين الفلسطينيين إلى المسجد في ظل رعايتها للمستوطنين لاقتحام المسجد المبارك؟ نعم يا أخي هناك تحديد من الساعة السابعة والنصف صباحا يتم على الأبواب إيقاف كل من يشتبهون به كل الشباب بهذه الأيام الفضيرة الكل يحب يجتمع وروح يرابط في الأقصى يقرأ القرآن يتعبد يدعو الله ولكن الشرطة الإسرائيلية على الأبواب توقف النساء وتوقف الشباب وتسألهم أن تفتش مهوياتهم وتسمح لمن يشاء وتمنع من يشاء ومن يشاء أن يسهل هذا حالنا يوميا في المسجد الأقصى نعم شكرا جزيلا سيد أبو خالد العباسي أحد المربطين بالمسجد الأقصى المبارك متحدثا إلينا عبر الهاتف مباشرة من القدس المحتلة أفادت مصادر عسكرية يمنية بمقتل وإصابة عشرين من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية بينهم اثنان من القيادات الميدانية وأسر أربعة آخرين في معارك مع قوات الجيش الوطني اليمنية في مدرية باقم بمحافظة سعدة وقالت المصادر أن قوات الشرعية استكملت تحرير سلسلة جبال يفع الاستراتيجية وأصبحت تحاصر الميليشيا الانقلابية في مركز مدرية باقم تمهيدا لسيطرة عليه من جانبها نفذت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات استهدفت مواقع وتجمعات وأهدافا أخرى للميليشيات في مدرية منبه الحدودية بسعدة كما شنت قوات تحالف قصفا مدفعيا وصاروخيا على مواقع الميليشيات الحوثي في مناطق متفرقة بمدرية رازح الحدودية في سعدة الحمد لله تعالى كلنا معركة اليوم في السيطرة على فج حرط وهو آخر خط إمداد للميليشيات الحوثية وهذا النصر أتى بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الرجال الصادقين من أبناء القوات الخاصة ونهدي هذا النصر إلى الشعب اليمني الشعب العظيم الشعب الذي يستحق كل احترام كل تقدير نقول لهم اليوم افرحوا وندعوا أبناء تهامة للثورة في ميليشيات الحوثية لأننا الآن بجانبهم ونمد أيدينا لهم ونقول لهم أنتوا أخوتنا أنتوا أباءنا أنتوا أبناءنا نحن اليوم أتينا من أجلكم من أجل أن نخلصكم من المرض من الجهل من أجل معاجلتكم من أجل إعادة البناء من أجل إعادة الأمن من أجل إعادة التعليم فنرجو منكم نرجو منكم أن تحقنوا دماء أبناءكم والجيش الوطني هو جيش اليمن جيش الشعب سيكون حاملكم وحارس لكم نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن هذا النصر يفتح الانتسارات في الجباحة الأخرى أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية اعتراض صاروخا باليستيا لأطلقته ميليشيا الحوثي الانقلابية باتجاه مدينة جازان السعودية قال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي إن قوات الدفاع الجوي السعودية رصدت إطلاق الصاروخ الباليستي من محافظة صعدة شمال اليمن وقامت باعتراضه وتدميره ما أدى إلى تناثر شضايا الصاروخ على الأحياء السكنية في مدينة جزان دون أن يسفر ذلك عن أي إصابات أصدر الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي قرارا بتعيين خالد اليماني مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة وزيرا للخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا خلفا لعبد الملك المخلافي الذي تم تعيينه مستشارا للرئيس كما قرر هادي أيضا تعيين سفير اليمن في الولايات المتحدة أحمد عوض بن مبارك ممثلا في الأمم المتحدة في نيويورك بالإضافة إلى مهامه استهدف التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن فجر اليوم مواقع عسكرية حكومية في شرق سوريا مما أسفر عن مقتل 12 عنصرا من العناصر المولية للجيش السوري ذكرت وكالة الأنباء السورية أن بعض المواقع العسكرية السورية بين البوكمال في ريف دير الزور وحميمية قد تعرضت لضربات شنها طيران وتحالف الدولية كذلك أفادت مصادر سوريا اليوم بمقتل قيدي ومرافقه من تنظيم داعش الإرهابي خلال هذه الغارة مشيرة إلى تمكن ميليشيات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة من الاقتراب من مشارف بلدة هاجين بعد سيطرتها على منطقة الإذاع نجحت قوات الجيش السوري منذ أيام في السيطرة على العاصمة وريفها بالكامل بعدما تمكنت من طرد مقاتل تنظيم داعش الإرهابي من أحياء عدة أبرزها مخيم اليرموك كاميرا نيلة كانت قد تجولت في شوارع اليرموك الذي يعد المخيم الأطخم للاجئين الفلسطينيين ورصدت الضمار والخراب الذي خلفه تنظيم داعش الإرهابي هناك استعادة السيطرة على مخيم اليرموك ومنطقة الحجر الأسود آخر معاقل الجماعات الإرهابية في ضواحي دمشق سجل نصرا استراتيجيا بتسوير العاصمة وحماية الملايين من أهلها من قذائف الهاون التمشيط وإزالة الركام والعبوات الناسفة التي خلفها مسلحي داعش تأتي على قدم وساق تمهيدا لإعادة إعمار البنى التحتية بعد أن شهدت هذه المناطق أعدى الاشتباكات قضنا من أشرس وأعنف المعارك بهذا الحي الكامل قدمنا شهداء وعننا عالم أسرية حرقه الدواعش هون الأرض طبيعة أنه أبتوصل عربات ولا أبتوصل مجنزرات ولا يعني أفعلنا نتعامل مع غرب المدفعية أو صلاح طيران بنزين وزيت محروق ورمل بيحبوا بزجاج وبس شعلوا بيشلحوا علينا هذه هي الزجاج الحارقة شعلوا المحلات مبينة عليكم والبيوت وراه حوالي مئتي فلسطيني فقط من أصل 150 ألف يسكنون الآن في مخيم اليرمو عاصمة الشتات الفلسطيني منذ عام 1957 الذي حولته التنظيمات المسلحة في عام 2012 إلى مقرات لهم للتمركز فيها بعد طرد السكان تجر الفلسطيني من مخيم اليرمو وبالفعل أجرتنا وحاليا ماتين من أنت شايف مخيم اليرمو للمرة الثانية يفقد الفلسطيني منزله بعد الدمار الكبير الذي خلفه الإرهاب في أكبر مخيم لهم في الشرق الأوسط فكان داعش وإسرائيل وجهان لعملة واحدة مقولتهم الخرافية بركان دماشق زلزال السورية سقطت عندما استطاع الجيش العربي السوري أن يؤمن الخاصرة الجنوبية للعاصمة دماشق لتكون ثالث المحافظات السورية خالية من الإرهاب فتتوجه بعدها العمليات العسكرية إلى الجنوب السوري من مخيم اليرمو في دماشق لقناة نيل الأخبار رنال متوالي من سوريا إلى العراق حيث يعقد مجلس النواب العراقي جلسة استثنائية للتركيز على شفافية ونزاهة العمل الانتخابي كان مجلس النواب العراقي قد فشل في مطلع الأسبوع الحالي في عقد جلسة استثنائية لبحث عمليات التزوير التي جرت خلال الانتخابات النيابية وتم إرسال كتاب رسمي إلى المفاوضية العليا المستقلة للانتخابات يطالبها بإجراء جميع الوسائل التي تضمن توفر الثقة بالعملية الانتخابية ومنها إجراء العد والفرز العشوائي وإحالة القضايا الجنائية إلى الجهات المختصة أدان رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري التفجير الإرهابي الذي استهدف المدنيين بمنطقة الشعلة في بغداد وأصفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة ستة عشر آخرين اعتبر الجبوري هذا التفجير محاولة فاشلة لتفتيت الوحدة الوطنية من قبل الجماعات الإرهابية لزعزعة أمن واستقرار البلاد ويعتبر التفجير أيضا هو الأول من نوعه في بغداد عقب الانتخابات حيث إن منطقة الشعلة تعتبر أبرز وأقوى معاقل الطيار الصدري الفائز في الانتخابات العراقية أعلن الحجد الشعبي العراقي في ديالة اليوم مقتل وإصابة ستة عناصر من مسلحة في إحباط هجوم على قرية زراعية شمال شرق المحافظة ذكر الحجد الشعبي أن قواته وقوات الجيش العراقي بالتعاون مع الأهالي قتلوا اثنين من داعش وأصابوا أربعة منهم في قرية أم الحنطة بأطراف جلولاء شمال شرق بعقوبة وكانت قرية أم الحنطة قد تعرضت في ساعة متأخرة من مساء أمس إلى هجوم من قبل تنظيم داعش الإرهابي أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانج القرار الأمريكي سحب دعوة الصين للمشاركة في أهم مناورات عسكرية تجرى على مستوى العالم وتشارك فيها أكثر من ثلاثين دولة واصفا إياها بالغير بناء والغير واقعي كانت الولايات المتحدة قد أعلنت في وقت سابق سحب دعوة قد وكهتها للصين من أجل المشاركة في مناورات عسكرية في المحيط الهادئ احتجاجا على عسكرة الصين بجزر متنازع علي في بحر الصين الجنوبية في الحقيقة كانت الولايات المتحدة رغبة في تمديد الاتصال بينها وبين الصين وكذلك بين قوتهما العسكرية إلا أنه من غير الواقعي أن تجبر الولايات المتحدة الصين على التخلي عن حقوقها المشروعة في إقامة بعض المشروعات وسحب دعوة الصين ومنعها من المشاركة في مثل هذه المناورات لن يثني الصين عن رغبتها في القيام بدور إيجابي لإرساء السلام في بحر الصين الجنوبي ابقوا معنا مشاهدين الكرام لا يزال بين أيدينا المزيد من المتابعة الإخبارية من أنبائنا بعد قليل خامنئي يقول أن إيران تحتفظ بحقها في السئناف برنامجها النووي إذا فشلت محاولات الأوروبيين في تلبية مطالبها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الحكومة المصرية تقرر تكثيف الجهود للقضاء على فيروس سي نهائيا وإجراء مسح طبي شامل لاكتشاف المرض مبكرا وصول خمسة مصابين من قطاع غزة عن طريق منفذ رفح البرية لمستشفى العريش العام للعلاج سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعلن عن خطة لبناء 2500 واحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة والآن معهم أخبار المال والأعمال في هذه النشرة مباشرة إلى الزميل حسام الدين عاطف أهلا بك حسام أهلا بك أحمد وشكرا لك رهام أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى باقتنا الاقتصادية أهم ما فيها وزير البترولي يبحث مع دانا غاز الإماراتية موقف مشروعاتها بمصر في مجال تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي أهلا بكم من جديد بحث وزير البترولي والثروة المعدنية المهندس طارق الملة مع الرئيس التنفيذي لشركة دانا غاز الإماراتية موقف مشروعاتها في مصر في مجال تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي من مناطق امتياز الشركة بدل تنيل الأرضية الجانبان استعرض خلال لقاء تقدم العمل في البرنامج الجاري لزيادة إنتاج الغاز من حقول الشركة بدل تنيل الأرضية من خلال الشركة المشتركة بالإضافة إلى موقف برامج حفر الآبار في هذه المنطقة الواعدة من جهتي أوضح الرئيس التنفيذي لشركة دانا غاز أن الشركة حريصة على تنمية أعمالها في مصر التي تعد مركزا هاما للاستثمارات الشركة في الشرق الأوسط اتفاخت مصر وروسيا على تنمية وتعزيز أواصل التعاون المشترك في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية وعلى رأسها مجالة الاقتصاد والتجارة والتمويل والصناعة والاستثمار والطاقة والتعليم والزراعة والاتصالات بالإضافة إلى التكنولوجيا المعلومات والصحة والنقل والسياحة حيث وقع وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل مع نظيره الروسي دينيس مانتروف مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال تنفيذ مشروع التحديث المجمع للبنية التحتية لصناعة الحبوب والألبان والمخابز وصناعة وتجهيز الأغذية بمصر بمشاركة عدد من الشركات الصناعية الروسية ترجمة نانسي قنقر وقع الدكتورة صحر نص وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي واللواء خيرت محمد بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بروتوكول تعاون بين الوزارة والجهاز لمتابعة موقف الشركات الناشئة حديثا وأوضحت الوزيرة أن بروتوكول التعاون مع جهاز الإحصاء يهدف إلى إجراء مسح يشمل أكثر من 18 ألف شركة والتي تم تأسيسها خلال عام 2017 لدراسة المشاكل التي تواجه الشركات الناشئة حديثا من أجل وضع خطط لمواجهة التحديات وتهيئة مناخ مناسب للاستثمار وقع علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والمدير القطر القطري للبرنامج الأغذية العالمية مذكرة تفاهم طويلة المدى 2018-2023 للعمل على تعزيز سلاسل توريد الغذاء وزير التموين أكد أن هذا الاتفاق يهدف إلى توسيع نطاق التعاون بين البرنامج والوزارة لتعزيز قدرة الحكومة على تحسين جودة وفاعلية الأنظمة المختلفة التي تدعم الأمن الغذائي في المناطق الأكثر احتياجا وضع محافظ كفر الشيخ اللواء السيد نصر اليوم حجر الأساس لمشروع تحيا مصر لإسكان الشباب وأطلق إشارة البدء في تنفيذ المشروع الذي يعد أكبر تجمع سكني للشباب بغرب مدينة كفر الشيخ على مساحة 15 فدانا وقال المحافظ إن المشروع يشمل إسكانا متكاملا يتم تنفيذه على الطراز الحديث بإقامة 28 عمارة سكنية كمرحلة أولى على أرض مصنع القمامة غرب المدينة وذلك بإجمالي 1340 وحدة سكنية كاملة تشطيب و686 محل تجاري بالإضافة إلى تخصيص خمسة مواقع أخرى بالمدينة لإنهاء أزمة الإسكان بكفر الشيخ المستمرة منذ عام 2004 ننتقل إلى البرصة المصرية التي عودت مؤشراتها التراجع لدى إغلاق تعاملات اليوم الخميس في ختام تعاملات الأسبوع مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية فيما مالت تعاملات المستثمرين الأفراد العربة والأجانب نحو الشرع وانخفض رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقايدة بالبرصة بنحو 600 مليون جنيه ليبلغ مستوى 948 مليارا و58 من المليار جنيه واستطاع عاملات بلغت بنحو 716 ونصف مليون جنيه صرح وزير المالية الروسي أنتون سيلنوف بأن بلاده ستدعم الشركات التي فرض عليها الغرب عقوبات اقتصادية وذلك من خلال تقديم قروض إعادة تمويل وتنمية الأسواق الجديدة جاء ذلك خلال منتدأ سان بيترسبرج الاقتصادي الدولي بروسيا الذي انطلق اليوم بمشاركة دولية واسعة تحت شعار بناء اقتصاد الثقة لبحث تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري والمالي والاستثماري أيضا وإيجاد حلول للمشاكل التي يواجهها الاقتصاد العالمي ومن جهتها قالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي خلال منتدأ سان بيترسبرج الاقتصادي إن مستويات ديون الشركات وديون السيادية تنطوي على مخاطر أضافت لاجارد أن حديث الحماية التجارية يهدد الثقة في التجارة الدولية ويشارك في هذا المنتدى هذا ويعد المنتدى الذي يوقد هذا العام في دورته الثانية والعشرين حدثا دوليا سنويا فريدا من نوعه في عالم الاقتصاد والأعمال حيث يلتقي خلاله قادة القوى الاقتصادية لمناقشة العديد من القضايا الرئيسية المتعلقة بالمال والاقتصاد والتي تواجه روسيا ودول العالم كافة مشاهدينك كرام بهذا الخبر انتهت وقفتنا الاقتصادية وعودة جديدة إلى أحمد ورهان تفضلك شكرا جزيلا لك حسام ومشاهدين معكم نستكمل بقية أنبائنا أكد المرشد الأعلى في إيران آيات الله علي خامنئي أن بلاده تحتفظ بالحق في استئناف برنامجها النووي المعلق إذا فشل الأوروبيون في تلبية مطالب دهران أضاف خامنئي أنه لتظل إيران في الاتفاق النووي الراهن يجب أن تصدر القوى الأوروبية التي هي جزء منه قرارا يدين الولايات المتحدة لانتهاكها هذا الاتفاق تحتفظ إيران بالحق في استئناف برنامجها النووي المعلق إذا فشل الأوروبيون في تلبية مطالب دهران يجب أن تصدر القوى الأوروبية قرارا يدين الولايات المتحدة الأمريكية لانتهاكها الاتفاق وأن تقف في مواجهة أي عقوبات أمريكية فضلا عن ضمان بيع النفط الإيراني يأتي ذلك في حين أعلنت كوريا الشمالية تفكيكها موقع التجارب النووية في شمال شرق البلاد بالكامل عبر سلسلة من التفجيرات تجعل الموقع غير قابل للاستخدام كان صحفي عدد من وكالات الأنباء الأجنبية قد شهدوا العملية بناء على دعوة بيونج يونج عودة من جديد الأشياء المصري حيث احتفلت مؤسسة الأزهر الشريف بمرور ألف عام على إنشاء الجامع الأزهر الشريف فضمنت الاحتفالية حلقة تعريفية عن المسجد حضرها عدد من كبار العلماء برئاسة فضلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر الشريف جامع الأزهر هو من أقدم المساجد التي أنشئت بالقاهرة في عام 361 هجريا ليكون جامعا وجامعة تدرس فيها العلوم والمعارف ألف عام من العطاء هكذا احتفل جامع الأزهر تحت هذا الشعر بالذكرى الألف وثمانية وسبعين لتأسيسه من خلال احتفال حشد حضره عدد من كبار العلماء وقيادات الأزهر نحن نرحب بالجميع ونتمنى أن يكون الجامع الأزهر دائما عند حسن ظنهم وأن يجدوا فيه ما يبحث عنه إن كان من العلوم الشرعية أو حتى الحياتية أو إجابة على تساؤلاتهم أقيمت عدد من الفعاليات تضمنت حلقات تعريفية بافتتاح الأزهر إضافة إلى جولة سياحية داخل الجامع وأقيمت مأدبة إفطار تكفي لألف وخمسمائة صائم داخل صحن جامع الأزهر الشريف هذه القلعة العلمية التي بقيت وستبقى بإذن الله من خلال هذا المنهج العلمي الذي يقوم على احترام المنقول والمعقول واحترام العقل البشري واستنباطاته وتحليلاته واحترام التعددية الدينية والتعددية المذهبية والتعددية الفكرية يذكر أن جامع الأزهر يعد من أقدم المساجد التي تم إنشاؤها في مدينة القاهرة عام 361 هجرية ليكون جامعا وجامعة تدرس فيه مختلف العلوم والمعارف وقد بلغ عدد العلماء الذين تولوا إمامته منذ تأسيسه 48 شيخا يأتوا إلى المسجد الجامع الأزهر كي ترتبط العلاقات الروحية ببيت من بيوت الله تبارك وتعالى ويستشعر المسلمون مدى ارتباطهم بهذا البيت الذي يعد كعبة للعلم وطلاب العلم منذ إنشائه وفق المجلس الأعلى للأزهر في جلسته الأخيرة على اعتبار مناسبة افتتاح الجامع مناسبة احتفالية ثانوية تتويجا لإهمية الأزهر في نهضة وتماسك المجتمع دينيا وثقافيا باسانت أكرم أنيل نشرتنا الإخبارية تتواصل معكم وفيها بعد الوقفة الرياضية مباشرة تواصل فعاليات هل هلالك في دار الأوبرا المصرية بتقديم الإنشاد الديني وعروض الليلة الكبيرة شهدت ساحة مصرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية افتتاح فعاليات هل هلالك رانضاني وذلك بمشاركة العزيد من الفرق الشعبية وبيوت المصرح تضمن الحفل فقرات من سرك القومي وورشة فنية للأطفال والعديد من العروض المصرحية للعام الثالث على التوالي بدأت فعاليات هل هلالك بساحة مصرح الهناجر والتي انطلقت بأجمل وأروع التواشيح الدينية لمداح الرسول الكريم أحمد الكحلاوي النهاردة عندنا مداح الرسول عليه الصلاة والسلام دكتور أحمد الكحلاوي بيمدى حسدنا النبي هو وهي دي مصر بهويتها السخافية وهم دول المصريين بنخرج في الهواء الطلق بنحب فننا بنحب بلدنا أمنه أمام مصر في وجود الناس في الشوارع رمضان كريم وحاز أوبريت الليلة الكبيرة على إعجاب الحضور والذي كان من ضمن برنامج الفتتاح بيوت الفني المصرح بيقدم الليلة الكبيرة كل يوم زي ما انت شفت كده عليها يا قبال مهول من الشباب والأطفال كل البيوت الفنية بتاعتنا علشان نقدم صهرة رمضانية لمدة 15 يوم من فقرات خطاع الانتاج الثقافي هي الليلة الكبيرة لأنها بتمثل قطعة عزيزة علينا جدا من تاريخنا ومن تراثنا ومن شكلنا الفلكلوري الشعب الأصيل اللي هو بدأ يندسر وبدأ يبقى مش موجود كلمة والموسيقى واللحن والشكل المولد اللي هو بدأ يبقى مش موجود موجود في الليلة الكبيرة بيفكر الناس بمصر ولقت الفعاليات إشادة كبيرة من الناس في اختلف أعمارهم والذين حرسوا على متابعة برامج الافتتاح رمضان بزداد يعملوا أنصدها علشان تجمع الناس وبزداد الأطفال التنازي أول سنة يعملوا مسرح للعرايس عندنا هنا في الابرة فكان عامل جو جامد جدا وكان الدنيا زهمة جدا وكمان كان كل اللي حاضر مش مسلمين بس كان مسلمين ومسحيين كانوا موجودين كان جو تحفة جدا بصراحة هو جو روحاني وجميل وإحنا بنحس بيه من يدوء النفسي تغيير الموت بتاعنا وتغيير جو السيام يعني عجبتني قوي المسرحية النهاردة وعجبتني الأغاني دي وعجبتني الوكان دا عجبني فرع رسوة بتحرك شكلا جميل عجبني النهاردة النشطات اللي عملناها هنا وإلا أنا زي أنت فانوس حلو قوي وتمثل فعاليات هل الهلالك واحدة من أهم الفعاليات خلال شهر رمضان الكريم والتي تحيي التراث الثقافية للمجتمع المصري محمد الخطيب النيل في مطلع ستينيات القرن الماضي ظهر على الساحة الفنية عرض الليلة الكبيرة الذي أعطى دفعة قوية لفن عرائس الماريونات وخلال شهر رمضان يقام عرض مهرجان المولد لتكريم الشخصيات الفنية والشعبية والتي تلقى استحسانا من الجماهير رغم شكوى صناع عرائس الماريونات من نقص الإمكانيات والتمويل ساعات طوال يقضيها محمد في تصميم عرائس الماريونات شخصيات من واقع الحياة المصرية مزارعون وباع جائلون وصولا إلى الشخصيات الشهيرة يعمل محمد ورفاقه على تصميمها بعناية مراحل تصنيع العروسة هي فكرة الفكرة تتحول لرسمة الرسمة تتحول لخامة بتصنع من الخشب جسم العروسة بعد كده مرحلة نحت واجه العروسة واجه العروسة هو نقطة التعبير الأساسية اللي بيشوفها المتلقي يعود تاريخ عرائس الماريونات في مصر إلى الحقبة العثمانية ويرجع البعض تواجدها في بعض الحضارات القديمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العرائس في بدايتها ما كانتش بالشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي العرائس كانت موجودة في الحضارات القديمة زي الحضارات الحضارة الأشورية والبابلية ودول أسير بكل أنواعها وبكل الحضارات اللي كانت موجودة حتى كانت في الحضارة الفرعونية في ستينيات القرن الماضي ظهر عرض الليلة الكبيرة ولا يزال حتى اليوم يلقى نجاحاً وإقبالاً من الجماهير من الكبار والصغار على حد سواء العروسة أثبتت قدرة فائقة ساحرة في التأثير على الصغير والكبير على حد سواء الشائع واللي الناس بتفكر فيه دايما عروسة أطفال مسع عرائس يعني رسالة موجهة للطفل الحقيقة العالمية مش اللي احنا بتدعناها انه مسع عرائس يخاطب الجميع ورغم الإقبال على مسرح العرائس في بعض المناسبات مثل شهر رمضان إلا أن القائمون عليها يشتكون من نقص التمويل والتدريب ما لا يوجد في مصر سوى مصرحين اثنين فقط لعرائس المانون ومشاهدين نختتم هذه النشرة الإخبارية بتذكير بأهم ما جاء بها من أنباء الحكومة المصرية تقرر تكثيف الجهود للقضاء على فيروس سي نهائيا وإجراء مسح طبي شامل لاكتشاف المرض مبكرا وصول خمسة مصابين من قطاع غزة عن طريق منفذ رفح البرية لمستشفى العريش العام للعلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعلن عن خطة لبناء 2500 وحدة استيطانية جديدة في الطفاة الغربية المحتلة بهذا مشاهدين الكرام ننهي فترة على إخبارية الشام تحية لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة